عزيزي المشاهدين مساء الصحة والجمال مساء حقق حلمك معنا مساء رانيا شمس عليكم مساء الامن والامان والسلام عليكم وعلى العالم العربي كله والعالم الغربي اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقق حلمك معنا على قناة الصحة والجمال الفضائية اللي بتساهم معنا في تحقيق احلامكم في البداية احب اقولكم ان سهل جدا ان احنا نحلم لكن من الصعب ان احنا نقدر نحقق احلام ومن خلال برنامجنا حقق حلمك معنا بنمد ادنا لكم وبنقول لكم لو عندك موهبة وحابب انك تعرضها عندنا في البرنامج اهلا بيك لو عندك طموح سياسي وحابب ان انت تحققه لو عندك مشكلة ومش لقيلها حل لو عندك قصة كفاح مميزة وحابب ان انت تعرضها في برنامجنا لو عايزة تخسي وتقدري تلبسي كل اللي نفتك فيه من خلال برنامجنا بنساعدكم عشان تحققوا كل احلامكم دي احنا النهاردة في برنامجنا في خلال برنامجنا عندنا فقرتين الفقرة الاولى هيشرفني فيها المستشار ريدا الحبشي المستشار بالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية بالمجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدولة العربية اللي هيتكلمنا في موضوع مهم جدا ومميز جدا هتفضل مصر بلد الامن والامان رغم كيد الكائدين وعنف الحاقدي اما الفقرة التانية هيكون معاكم فيها زملتي الاعلامية رشال عاصي ومعاها تضيف من الشباب المميز جدا اللي عنده موهبة وحابب انه يعرضها معانا في البرنامج ضيفها المصور الفوتوغرافي محمد جمال الشهير بيبكهام عايزي المشاهدين احب اسألكم سؤال لو قلتلكم مصر كلمة من ثلاث حروف هتعانلكم ايه التاريخ العراقة التراب الاصالة النيل الحضارة حاجات كتير قوي عايزة حلقات وعايزة ايام وعايزة سنينة عشان نقدر نقلها بس عايزة اسألكم سؤال تاني احنا ممكن نقول لها ايه النهاردة في ظل المؤامرات اللي عليها الاجابة في الفاصل استنونا ورجعنا لكم تاني وبنقول لكم تحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها العظيم ويحيا رئيسها وبندي ربنا ان ربنا يحفظها من كل سوق ومن كل شر ويديم علينا نعمة الامن والامان النهاردة بشرفني ساعة المشتشور طبعا اهلا بحضرتك نورتنا ونورت برنامج حقق حلمك معينا ونورت قناة الصحة والجميل يا الفوحة حبيبي اهلا بحضرتك طبعا عايزة ابتدي مع حضرتك طبعا من بداية طبعا عنوان فقرتنا النهاردة وعنوان طبعا حلقتنا عايزة بس حدا تكلمني عن عظمة مصر بلد الامن والامان اللي ربنا طبعا كرمها في القرآن وطبعا كرمها اكتر من مرة وحمايها وحفظها على مر العصور رأي حضرتك في الموضوع ده تقولي بقى يعني تكلمني عنها احنا احنا اتكلمنا على مصر قدمنا اكتر من مئة سنة عشان نعرف بس نقول يعني ايه كلمة مصر حرف الميم وحرف الصاب وحرف الره لكن احنا نقول كرمها ربنا سبحانه وتعالى واتكلم عليها احلى كلام وما فيش حد يقدر يتكلم بعد كلام ربنا خالص الكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى انه ذكرها خمسة وتلاتين مرة اربعة واضحة وضوحة للشمس والباقي مشتتر وطبعا الانبياء الحمد لله رب العالمين خطوا على صراها ربنا سبحانه وتعالى اكلم سيدنا موسى عليها فطور سينة وسيدنا ابراهيم خطاها وسيدنا يوسف اللي هو كان رئيس وزراء كرئيس وزراء مصر مش اي مكان يخطينا بي فاحنا كان ماسك رئيس وزراء بتاعنا نبي فلو تكلمنا عن مصر وعن الامان نتكلم من زمان سنين من اكتر من تمان تلاف سنة الناس كده بتقول سبع تلاف سنة لا انا عدينا تمان تلاف سنة بزمان مصر طول عمرها جنودها في رباط الى يوم الدين كما قال القرآن احنا بنتمتع ان جيشنا جيش وطني الحمد لله جيش يعشق صار البلد عظيم احنا اللي بيخش قدر خدمة العسكرية كجندي من جنود جيشنا البواسل ومن شرطتنا البواسل بيبقى عايز يفدي روحه ونفسه للبلد دي هندي مثل بسيط جدا احنا الرئيس السيسي لما شعبنا ده ويف شال روحه على كفه لانه محارب محارب وبيعشق طراب بلده حقيق وكان ممكن اللي هو بيعمله ينقلب عليه لكن هو ما بصش لجده ما بصش لأي حاجة غير مصلحة بلده احنا الحمد لله رب العالمين نتمتع بامن وامان عن اكبر دول العالم حقيقا احنا عندنا اقل لنسبة جريمة وعندنا ايام كتير جدا اللئسام ما بتسجلش جرايم لما يكون فيه حاجة تمس الوطن فاحنا شعبنا شعب المصابر شعب محب لطراب بلده ما نبصش لأي حد بيخرج برا يتكلم كلام مش كويس ده اولا لا عمره شرب من لها ولا حتى كال من منعيشها وملحها لانه بيغلط في امه مصر دي امينا كلنا مصر دي هي الوطن هي الكيان هي اللي فيها عيشنا وفيها نندفن منها وإليها احنا ولاد مصر ما فيش اكتر من كده طيب احنا سمعنا كأن في دعوات الفترة اللي فاتت يعني او نوع من انواع الاحتجاجات الفترة اللي فاتتت يتكلم وفيها فاحنا عايزين نعرف بس من حضرتك هل فعلا الدعوات دي ايه ومين اللي ممكن يكون وراها أش فندم اولا اللي بعدها معروف ومشار إليه بالبنان امرحضرتك هي مش عايزة توضيع بس هنا اه غفلوا او اه تناسوا مكانة الشعب المصري او كلمة مصر في قلب المواطن المصري مهما كان مهما كان عليه ضغوط مهما كان الحياة صعبة مهما كان لكن تيجي عند مصر مصر ما بيمشيش ورا كرام حد بيمش ورا عاطفته ورا عاطفته لي ايه امه مصر بلده كيانه بنته ابوه امه اخوه جاره ابن عمه هي دي مصر هتدعيني الايه انت فاكر بس انها صحت مرة هتصح تاني ابدا هي كانت اول مرة تحصل ولما حصلت الناس نزلت نزلت لحاجات معينة مكنيش نزلال دا كله افدا لكن دلوقت عايز ترجع لنقطة الصفر عايز ترجع مصر لنقطة الصفر دا احنا البلد الوحيدة اللي اه اللي اه اللي اه اللي فيها ثورة و عندنا انجازات حقيقي وعندنا فتحات مشاريع وعندنا 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 ايه اا زكرة السمكة لا مصر معندها زكرة السمكة ما عايزة أقول لحضرتك إحنا شوفنا أيام غريبة جداً أنا يعني عشت يعني أنا مش صغيرة يعني بس عشت سنين لكن بالمنظر اللي إحنا شوفناها فقط الفترة دي كانت صعبة جداً جداً وعصيبة علينا وشوفنا يعني إيه عرفنا فعلاً وقتها يعني إيه ما فيش استقرار وما فيش أمان طيب ممكن أسأل حضرتك سؤال مم أنت على نصة الشارع بتاع حضرتك كم من بيحميكي الفترة بتاع الثورة ولا في الأيام عدية؟ لا أيام الثورة كان الناس اللي في الشارع بوابين لا مش بوابين أبناء الأبناء الحتة صح؟ أبناء الحتة صح؟ أبناء المنطقة ومحلات هي دي مصر أنا أقدر أحمي مكاني وأحمي بلدي أنت هتنزلني فيه؟ أروح فيه؟ حقيقة أنا أقدر أخرج من دي بس وقتها إحنا كنا محتاجين محتاجين الأمن محتاجين الأمن والجيش لبى والجيش لبى الندى والرئيس السيسي نزل شاير روحه على كفه هو وجيشه حقيقة هو جيش مصر مش جيش الرئيس السيسي ده جيش مصر مش جيش مرتزقة لا ده جيش وطني محب الأطراب بلده وعندنا أمثلة كتير الشهدة كتير أيامها كان فيه كمية وبعدها كمان بعدها في فترة كان فترة ديجابر وشاير مشير وكان فيه نحية اتلموا يا فانديهم ولا ما تلموش ده كان فيه كتير جدا اتلموا ولا ما تلموش اتلموا ولا ما تلموش اه ليقفوا قدام الجيش المصري وقف قدام إعصار في حقيقي قدام الشرطة المصرية وقف قدام إعصار احنا بنحب بلدنا الجندي في الشرطة او الجندي في الجيش يعشق تراب بلده نتكلم على ايه اني دعوات اني دعوات تدعيني الايه مش قادرة افهم بصراحة بيجي الكلام ده تدعيني الايه عايز ترجعنا لنقطة الصفر المشاريع اللي بتنعمل والعمار اللي بتنعمل للعشوائيات واحنا ما بنشوفش عندنا نظر احنا الحمد الله رب العالمين بلدنا وقف على رجليها وهتنها وقف على رجليها بفضل شعبها المحب الوطن وفضل الرئيس اللي ربنا بعته لنا في وقت كان عصيب حقيقي وندعي له بدوام السداد ايمين يا رب وندعي لشعبنا بدوام السداد جيشنا وجيشنا البطل وشرطتنا وشرطتنا البطلة وقضاءنا الشامخ عندنا قضاء شامخ لا يخافوا في الحق لو ما تلائم طيب بالنسبة بس عايزة اسأل حضرتك بالنسبة يعني فيه ناس لعبوا الفترة اللي فاتت على وطر قانون التصالح اللي عملته الدولة لتقرين اوضاع المعتدين على الاراضي الزراعية فعايزين حضرتك تكلمنا على قانون التصالح وهل ده صالح المواطن؟ هو بس اصلاح بس لحضرتك في السؤال هو الاراضي الزراعية واراضي عملاك الدولة والاراضي طبعا نتكلم الاول عن اراضي عملاك الدولة السيد الرئيس لما قال قال حط اشتراطات معينة في امراضي عملاك الدولة وقال فيه تقنين قال كاردون اثار ما تبنيش فيه ما تقوليش ان انا بني ارض ملك القوات المسلحة والخدمات الشراطية ما تبنيش فيها واتقولي ان انا بني وقنيلي ارض طرح النهر ما تبنيش فيها حدد السيد الرئيس بعد كده قال لك اقنيلك ابيعلك الارض املاك الدولة ديت لها قانون 144 وقبل منه كان القانون 143 ديت لها قانون سريين عليه اما القانون اللي قاله السيد الرئيس بالنسبة للبناء على القرارات الزراعية الرقعة الزراعية عندنا نزلت لماداها كبير جدا لمادا كبير جدا ابتدت تقلي بطريقة مش معقولة احنا عندنا 19 ألف فدان 19 ألف فدان نزلوا من الفترة ما بين 2011 ل 2014 طب دي كلها رقعة زراعية وجنب النهر طيب احنا دلوقت عشان نزرع في الصحرام احنا بنغرم مبالغ الميزانية بتاعتها بتبقى قوية جدا وكبيرة فالسيد الرئيس لما عمل كده قال اللي مبنى اعمله تصالح طيب اللي بنى العمارة ده مشي باع الشقل ده والده والده عشرين دور باعهم واختفت احنا نعمل ايه احنا نعمل ايه في حاجة اسمها قانون شاغلين زي قانون الايه اللي هو اه اتحاد الملاك بس ده اسمه ايه قانون شاغلين انا منش لاقي صاحب العمارة احنا بتلم بنعمل توكيل اللي واحد فينا باسماءنا بصور العقود بتاعتنا بيروح الحي او مجلس المدينة بيعمل ايه بيعمل التصالح اسمه ايه اتحاد شاغلين طيب اللي قاعد في عمارته يروح يعمل تصالح والسيد الرئيس نزل القيمة لخمسين في المية واختبال حضرتك وكمان هتوصل لخمسة وعشرين في المية طيب احنا دلوقتي الدعوات دي اتبنان عن ايه انا نفسي اعرف الدعوات دي اتبنان عن ايه عن واحد مختصب ارض الدولة وهدها وانهد البيت بتاعه طب ما كنت قبل ما تبني اسأل دي ارض دولة اه ادفع فلوسها ده وضع يد يعتبر ادفع فلوسها يعتبر وضع يد ووضع اليد ملغي زيه يعني ملغي بالقانون من زمان كانت الناس بتبني وكان في حاجة اسمها ايه املاك الدولة كانوا بيروحوا الاملاك الامريا بيروح يدفعوا دلوقتي انت بتدفعش ليه طب ما تروح تدفع ما تدفع انت بنيت بناء عشوائي طب ما دلوقتي فيه كباري وفيه طرق عايزة تنشأ وعايزة تنعمل انت دلوقتي العمارة انت بنيتها مؤقفة للانشآت دي مؤقفة والدولة بترجع تاني تغرم وتبنيلك عشان تنقلك مكانة طب احنا دلوقتي بنهد الدولة اونا بنبنيها ليه؟ بناء على ايه بتدعيني؟ بتدعيني الايه؟ السيد الرئيس لما المساجد اللي كانت في الطرق المطلوبة انهدت قال انا ابنيها على حسابي واوسع وطبعا مفيش احسى من بيت ربنا قال ان انا ابنيها على طراز كمان احنا نقول ايه؟ نضغط على يده احنا معاك يا عايز احنا معاك يا بلد مش معنى اي حد عيجي البلد دي الشعب كله وراه كله وراه لان احنا بنحب بلدنا احنا نعشق صارة بلدنا حالك بقى كده انا طبعا بوصلي السؤال اللي ورابت على حالك كلمة الزراعية كنت حكلم عن الاراضي بقى المختصة باستخلص وحالك ساعة اتشخلت في حسنا هو القانون واضح هو قال املاك الدولة والرقعة الزراعية فهو ما ينفعش يوم ينفصل بشؤالين فهو متواصل مع بعض لأ وفي نفس الوقت انا شفت برضو الفترة اللي فيت ناس كتير راح تشتري الشعب طب راح تشتري الشعب على اساس ايه لو انا دلوقتي باسأل عن الشقة ولقيتها مش مرخص طب انا اشتريها ليه انا بس نفسي اسأله هذك السؤال ده يعني قولي كده هما بيعملو كده ليه اقول لي حضرتك في واحد الرخصة بتاعته عشرة الدوار تماما بان 11 و 12 و 13 و 14 و 15 اللي بيشتري من الدور الارض لغاية العاشر بيشتري بفلوس اكتر لأ وكانوا بيقولوا مفيش واللي بيشتري من الدور ال 11 للدور ال 15 بسعر تاني طب ما انت كده في الهواء انت كده الحتة اللي انت اشتريتها دي مش ملكك صح ولا هتحرف تملكها لانه مخالف مخالف الاشتراطات الهندسية طب انت دلوقتي بتشتريها ليه ايه سبب؟ الفكرة انا مش فاقا مش قادر يا فنم الدولة من 2014 السيد الرئيس قال هنبني مليون ونص وحدة سكنية طب ايه وكل ثلاث شهور الدولة بتسلم شواء للمواطنين مختلفة مساحات مختلفة ورؤا مختلفة مم مقولش لا والسيد الرئيس قال عايز تتصالح خد قرد كمان في عصفة ايسر من كده طب هيعمل ايه تاني طب هالدولة هتعمل اكتر من كده الحكومة بتاعتنا الغلاء والغلاء غلاء في ايه؟ انت بتشفش امريكا بتشتكي من ارتفاع الاسعار ممم ما شفشي ما شفتش سطرات السفراء في فرنسا عملت ايه عشان البنزين ترفع تلاتة فرنك فرنسي ما شفتش ما شفتش ما شفتش طب نبص على ايه نبص البلدنا احسن نبص البلدنا احسن بدل ما نبص لحاجات اخرى تدعيني لايه انزل لايه انزل اوقف من سير امشى انزل اوقف طريق بمش لي انا انا مش لازم لي انا انا لبني والحفيدي انا شايف بلدي بتتغير واللي مش شايف غير كده يبقى ياخد النظارة بتاعتين يجوب بيه طبعا احنا في اختام فقرتنا انا بشكر حضرتك جدا بحيي الشعب المصري العظيم اللي واقف في ظهر قيادته ورئيسه ومؤمن بالانجازات اللي اتعاملت طبعا وكل ثقة اننا ماشيين في الطريق الصح نحو التنمية والرخاء انا بشكركم جدا اعزائي المشاهدين طبعا انا بشكر المستشار ريدا الحبشي وطبعا انا بهديه النهاردة انا واسرة البرنامج عالم مصر تفضل حضرتك يا رسحة المستشار وبتمنى كده المصر ان دايما عالم مصر يكون مرفوع على ارضها في امن واستقرار وسلام وبحب اطلع منكم اعزائي المشاهدين على مصر وانها هتفضل رغم ان في الحقدين ودايما بخير وامان وربنا سبحانه وتعالى حميها بعد الفاصل حيكون معاكم زميلتي الاعلامية رشل العاصي وفقرة مميزة جدا مع المصور الفوتوغرافي الموهوب محمد جمال الشهير ببكهم واشوفكم على خير في الحلقة الجاية مع حلم جديد وفقرات جديدة كانت معكم الاعلامية رانيا شمس اترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر